نستلجي والدار الكبيرة نحن في عدالية بحذينا في الدار الكبيرة يعيشك شكرا على الاستدافة مدام نبيلة بالحق واحد يدخل لي داع الوطن هي يحس روحه في الدار الكبيرة يحس نستلجي شكرا لي جيت بحذينا نورت المستوديو التفاقدية الصيدلية اللي هي موجودة تابعة الوزارة الصحة منذ عام 1961 مسجن عارفوا بيها للناس شنو التفاقدية الصيدلية وشنو أبرز مهامها ما اللي تحلت عام 1961 ثم اليوم دورها فهل مكملية الغذائية واللي بغاف غماسي اللي كثروا في تونس قتلينتي في السنوات العشرة الأخيرة تكثروا صحيح بسيفة مهولة تكثروا التفاقدية الصيدلية من مهمها مراقبة الدواء أينما كان ومراقبة المؤسسة الصحية معناها الصيدلية الخاصة المستشفيات المساحات الخاصة المعامل اللي تصنع الدواء اللي تصنع المكملة الغذائية مزلت إن شاء الله معناها نحن في تونس عنا بتبعى سناعة الأدوية المكملية الغذائية منص نوهيش في بلادنا لكن يلقوه في الفرماسيين شبوها من برا حاليا السيركوي أحكي على راحتك السيركوي القانوني هو اللي جايين من برا مراقبين ما يوصلوا للسوق كما تم مراقبتهم من طرف وزارة الصحر اللي هي تعديوا عالسيدالي المركزي ومبعد عتفاقودية لا مش بضرورة عالسيدالي المركزي الدواء يتعدى عالسيدالي مركزي ذيكا ضرورة كل ما هو دواء جاي من برا يلزمه معناها عندنا المشتري الوحيد المونوكول معالدوية هو المونوكول عند سيدالي المركزي وها دين خلينا عندنا أدوية معروفة و الحمد لله ما عندناش أدوية اللي ميهيش معروفة المسدر وافح هل مكملات الغذائية هذو ما ما يتصنفوش أدوية هم لا المكملات الغذائية ما يتصنفوش أدوية ولكن عندهم فاعلية على جسم الإنسان وحتى الطب يعطيوهم ساعت اي يعطيوهم يعطيوهم لكن فما فرق بين مكملات غذائية أعطى هي لك التبيب كتبلك في الأردونانس يزمك تاخذها لخطر عندك نقص فيتامين كذا والمكملات اللي نحن نشيوهم وحدنا من نوع أو سمعت كان تاخذ فيتامين شعرك يطوئل أو سمعت كان تحط في وجهك فيتامين أ وجهك ينير واللي استمشي تشريها بطريقة اللي تلقاها في الانترنت واللي تلقاها في حوالي تتحل إذا بوصفة طبية احنا عنا حشتين نجمون نلتج إولهم ولي هما يعني هذ مضمونين الوصفة الطبية متع التبيب والصيدلي اللي هو مختص في الأدوية وفي القرايتهم عنها المكاملات الغذائية شنوة تكوينها كيفاش تكوينها هذو مزوز معناها بكل أريحية تنجم تاخذ من عندهم لكن لاحظنا مؤخرا خاصا في العشر ثانوات الأخيرة تواجد مويد ومكملات غذائية في الأسواق في البقاف غماسي في التواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي الانترنت اللي ما نعرف عليها حتى شيء ما نعرفوش لا مصدرها لا تكوينها لا كيفاش تصنعت واضح وانتوما منذ عشر سنوات كتفقوا دايق خدمتوا عليه الموضوع دايق؟ احنا خدمنا عليه منذ على الأقل منذ عشر سنوات كيفاش؟ هو بمعية سلطات الوزارة الداخلية خاصة خذيتوا عينيات عملتوا دخلتوا المخابر شفتوا مناش متكونين؟ لقينا مويد تتباع على اساس موكاملات ولكن هي أدوية وصارت حالات خيبة برشا معناها للمواطنين صارت انه منعرش فما واحدة اللي انا شفتها خذت موكامل غذائي قبل عرسها بشهر على اساس بشتسمن مسكينة بعدها بثلاثة شهر ولد عندها مشكلة في الكلاوي دونك رسعت لها في الدياليز ورسعت لها في معناها مشكلة كبيرة طول المواطن اللي يسمع فينا ويسمك تحكي هكي يقول منين جايين هالمواد هذية وكيفاش كثرة لحوانة وكثرة المواقع في بلادنا وحتى طرف حتى سلطة اشراف ما خذيت موقف خطر ما نعرفوش عليهم كيفاش هما عندهم من وزارة التجارة ترخيص وزارة الصحة ما عندها حتى فيزيبيليتي على هوماش نواقع منين كيفاش قاعدين ينبتو كل يكثروا قاعدين يكثروا قاعدين يكثروا بصفة ما هو للأسف احنا ما نعرفوهمش ما نعرفو عليهم حد شي سي باتونت موكاهاو وما تعرفش شكل اللي عنده البغاء النجم يكون مع جامل احترامي للي قاعدين يحلو فيهم النجم يكون ما عنده حتى مستوى هاو يقولوا اللي فيهم مواد تباية هي شبيهة بتلك التي تباية في الصيدلية تقريبا نفسها كيما اللي واريتك طبيلة معانيها نفس الباكتجنج نفس المنظر نفس المحك نفس كل شيء الفرق الوحيد انه مرات يعملوا ببروموسيون ينقصوا في السوم معانيها انت قتليها سمحني موش الفرق الوحيد على خطر اللي تباية في الصيدلية مراقبة من طرف الدولة ما تنجم توصل تتباع نعرفو شكو نجيبها شنية تكوينتها وشنية المواد اللي فيها وتتعدى للمخبر مراقبة الأجواء والمواد الصيدلية اللي تابع للوزارة الصحة قبل ما تهبط للصيدلية الخاصة عنا قانون ينظم المجال هذي في بلادنا على مستوى وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة التجارة للأسف حاليا ما زلنا معنا حتى قانون معناش قانون ينظم الباراثرماسي معناش حتى واحد يعمل سفر البلد من البلدين يجيب شوية حشيج ومكونات ويحل مجال هو القانون التونسي ينظم ينظم بيع الحشيج القانون عدد 55 سنة 1973 منظم للمهنة الصيدلية يقول أعطاء الصلوحية للبائع الحشيج اللي نعرفهم في البلاد العرب ما نستلسنا بها معناها أنك تشيكليل زعتر نعناعة حكياتنا قانونيا اللي عندهم الحق يبيعوا لحشيش ولكن مش خلطات ما عندهمش الحق يقول لك هاهي الخلطة هذية استعملها في حاجة الفلانية وللأسف قاعدين طوا نشوفوا في خلطات قاعدة تتبيع وما نعرف عليها حتى شي عملتوا دراسات عن نسب من سنة إلى أخرى قديش من المحل اللي يزيد يتحل المكملات الغذائية واللي بغافرماسي بصفة عامة منين جايين؟ النسب بالحق حالين اللي بغافرماسي لي على خطر ما عندناش عليهم ما عندناش عليهم معطيات معطيات إن القوام حلو بطنت يمشي يحل من نعرفوش قاعدين يمفتوكي الشامبينيو دونك بالحق ما عندنا عندهم حتى فكرة ولكن المواد قاعدين نشوفوا مواد تدخل من هند تدخل مصين تدخل من البولدين مع جاورة لي مجاورة لي خاصة من هند وصيم قاعدين يدخلوا المواد كوزارة صح كيفاش معمتوشي استراتيجية كيفاش خمامتو مشتقاوموها سوق المواد أكيد عن استراتيجية وعن الاجنس ناشنال دي ميديكامان دي بروديد سنتي اللي تم إحداثها من سنة من عام الثلاثة وعشرين عام نيو الماني دونك هذي كنصوص القانونية متاحها قاعدة تتحضر ما زلت ما بديتش تخدم فعليا ما زلت ما بديتش تخدم فعليا أكيد نهارتلي بش تبدأ تخدم فعليا النصوص بش تكون حاضرة للمكملات وللتطبيق أكيد باي نمشيو المالة للجانب التحسيسي بما أنه ما فهماش قانوني نظم إيوالي الوعي بتاع المواطن هو اللي أكيد نعمله عليه تحييي يعني أنت اليوم كي تحكي للناس وتفسري لهم اللي المكملات هذية الغذائية راهو مايش مكملات فعليا لأنه منعرفوش نوفيها أنا نشكرك شكر جديل على أعطائي الفرصة لبش نخاطب المواطن على خطر مسؤولية كبيرة المواطن يلزم يعرف يلزم يثبت مش من المعقول أنك تلقى العلبة موجودة في الصيدلية بسوء وتخرج البرة تلقى كعبتين وثلاثة منها بسوء معناها فما حاجة ما هيش متقبلش معناه إما المكون ما هوش صحيح وإلا الكومبوزيسيون بتاعو ما هيش معروفة المصدر هوني نعولو على وعلي المواطن ونعولو عليكم زيدا بشت للتوعية بشي ناجم يصير إنك نستعملوهم أو قولك كيم قد كان قبيلك مثلا عندي قد نستعمل فيها وما صار لي حتى شيء للأسف المذارت ناجم تخرجتو ناجم على المدى الطويل خاصة للكريمات وللأكران ولبيحد وحتى لأقراص المذارت ناجم تكون على معناها خمسة عشرة سنوات القادمة مش بضرورة حاليا فما منها مكونات راهي سمحني كونتيريجين مش مصرتنا ضرر جدا معناها ضرر جدا يجمع تسموه ما هو خاصة المراهقات اليوم ما هو اليوم العالمي للفتيات يا فتيات ركزوا ليح خطر في عائلتنا الكل معنيها ما فهم اللي يشري الجيل اللي نخسلو به كل يبيض من عرش شير تركيب والمرفق وغيره ونلقاوها زادة بأسعار تفضلية كل ما هو كرامات يضغطون للترتيب للشمس للليل للنهار للطبيض للفيتامينات اللي نحط فيها على وجوهنا الحريب اللي نخذوهم هذي يعطيك هكا شحنة صباح مش تبدأ نهارك في نشاط كي تقوم تعب هذي يطاول الشعر هذي يعمل نظارة للعينين هذي نحي التحويق هذو ما الكل نبعدو عليهم لا ما نشريوهمش بكل كلمة المسي أي تشري ميسر كوي القانوني المنظم اللي مراقب اللي غير مراقب ضر في روحك باهي توقعنا معنيش قانون ينظم هالقطاع هذي وأي واحد ينجم يحل الحنوت ويبيع فيه لحكاية هذوم الانترنت اللي مليانة معني حتى مؤثرين تواه على الانستغرام والتيك توك وغيره يحلك الباج ويقعد يحكي لك على كل المنافع متاع البخود وليسا هذا يضعف هذا يسمن هذا يقوي هذا دخلنا في عدد دخلنا في عدد مناسبات حتى على صفحات التواصل الاجتماعي كتفاقد صيدلي دخلنا بش بش نلوجو على هذوم وين موجودين وين يصنع مرقين هونش موجودين على على التواصل الاجتماعي وعمره ما يقول لك يجيني يقول لك نبعث لك نبعث لك ما حدك حتى يجيك اللي فغغ ومتعرش لعندو أدريسة لعندو مكان حتى الأدريسة الموجودة حتى الأدريسة اللي حادها عمرك ما ترقى فيها حاجة عمتو شي رقم أخضر وإلا طريقة نتواصلوا بها معاكم كتفقدية هو فكرة جيدة الحق إلى حد بما أنه شي قاعد يزيد والمواطن قاعد يشري منهم فكفيش مش نجمو تواصلوا مع التفقدية الصيدلي وكفيش نجمو وعندنا الياقضاء الكوسميتيك اليقظة متع المواد التجميلية كل ما هو مخياج وغيره وبرفاني عنا لفرما كوفيجيونس اليقظة الدوائية كمؤساة موجودة النجمو نتواصلوا معها هي المواطن النجم يتواصل معها هي النجم يتواصل مع صيدلي يمتاعه مع طبيبه اللي هو يوصل له صوته وعدي بالحق موجود خط أخضر عندهم هم نحن شنوة الأولوية متعنا اليوم يجب يدوروا عليهم يسكرون لحوين تذوما نحكي على الموجودين فعليا نتعدي ونشوفهم نعمل على وعي المواطن ما قدش من وعي المواطن معني هارا صحيح قدش من وعي المواطن كل حاجة تبدأ بشكل فعي حبوبية قانون ومؤسسات إن شاء الله القانون يزم قانون يزم قانون إلا أنا معاه أنه يكون فهم قانون منظم وأنه مش أي واحد يحل البرافرماسي برافرماسي معني هالي لشخص ميفرقش شنو الدواء شنو المكونات هكو مكتوبين عن باكويت نجم يكون غالط الباكو نجم يكون غالط نجم يكون في نفس اللي مكتوب حاجتين واحدة سامة واحدة ميش سامة إحنا نعرف الفطريات اللي نيكلوا فيهم اللي موجودين في جبال متاعنا فما المتساكنين غاديكا يعرفوا اللي فما هذية سامة وهذية غير سامة رغم اللي أنا كنا نمشي توق من نجمش فرق ما بيناتهم فهم كيف كيف المواد الأولية كيف كيف طوا دكتورة هوداي الكميات هذيك الكبيرة خطر كتراح الحنوط عنده كميات كبيرة ما نصورش اللي هو مواطن سافروا دخلوا واحدة علبة ولا اثنين ولا ثلاثة في فليش تقال متاعي للاستعمال الشخصي هذو ما كميات كميات منها كي جيونا من بلدين أخرى يتعديوا عبر الحدود عبر المعابر عبر المطارات عبر الديوينة عبر 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 كيفاش يوصلوا للمواطن التونسي القانون دي ما لي مش القانون منها يلزم دي ما لي مش بطرور القانون فهم ينجموا يدخلوا بتسميات غير واضحة يعني عامل لباتين تمتع بخ في مغي ومدخل موال تجميل لما هم مش موال تجميل اي نجم هسي له نقطة تستفهم كبيرة الموضوعي زمنا رجعولو يدهول يجي موضوع متاع استقصاء اي مهنة نحن نقوله لأي واحد يسمع فينا ما تستعملوها مش ما تشريوها مش يضعف ويسمن ويبيض ويطول ويبأذو ما الكل راح باكيد كونه مذارهم اكثر من منفحهم حتينا نشري منهم راح واعترفت بكري للدكتورة بخطر واحد ما يعرفش ومرة تلقى أو كباك وبروموسيون وكل كما مش من المعقول ان تلقاها في صيدلية بثمن وتلقاها كعبتين وثلاثة من نفسها البرة بثمن معناه فما حاجة اللي ما تقبلش اردوا بالكم لبنات خاصة عمار 16 17 18 نعرف مغرومين انتوما وحريسين على شكل جميل ومتناسق وبخفي يكون ومثالي لكن ابعدوا على هذوما المكملات الغذائية وكل ما هو مواد شبه طبية بغفامسي موجودين في برشبلايس سواء على المواقع على الانترنت على وسائل التواصل الاجتماعي وايضا في المحلات ردوا بالكم قد ما تنجموا لانه على مدى طويل ينجم بسبب امراض خطيرة وخطيرة جدا نشكرك يا عيشك بركة الله فيكم على الاستضافة مرحبا بك في كل وقت دكتورة هودة رحماني مديرة التفاقدية الصيدلية بوزارة الصحة ومن خلال الكنتين نحيق كل العاملين في التفاقدية لكل دكتورة تومة؟ لكل نا رب يعاونكم يا عيشك بركة الله فيكم وشكرا على الاستضافة دراسة والدخل ومواد للمخبر وتحبوا تعطيونا بعض النتائج ونعود ونرجعوا للموضوع مرحبا بك في كل وقت شكرا لك نسموغنا يوم بعد نمشيو الموضوع اخر من مواضيع منوعتنا يوم سعيد لكم الكل اشتركوا في القناة